في الموضوع لما نتكلم على العلاقة الجزائري الروسية نتكلم على علاقة جزائر بالاتحاد السوفيتي سابقا بين ثورة أو بعد الاستقلال وفي بناء جزائر مستقلة آمنة كان للاتحاد السوفيتي علاقة طيبة مع كل رأساء الجزائر كانت هناك دور فعال لبناء اقتصاد جزائري هش بعد الاستقلال كانت روسيا لها مواقف بعد حل الاتحاد السوفيتي وفيدراليكت روسيا خاصة في العشرية السوداء الدام التي جزت بها الجزائر اليوم تجسد الزيارة الميدانية للسيد الرئيس عبد المجيد تابون على أن الجزائر اليوم هناك نهوض جديد وقوي واستعادة الجزائر التدرجية لقوتها الدبلوماسية والعالمية القوية اليوم سيد الرئيس الجمهورية وهو المخاول الوحيد لقيادة الدبلوماسية إلى بير الأمان اليوم نعرف قفزة نوعية في السياسة الخارجية التي أقرها سيد الرئيس عبد المجيد تابون اليوم رجعت المكان هؤلاء للإفريقية والجزائر أصبحت رائدة بكلمتها مسموعة في إفريقيا وكذلك في كل دول العالم اليوم زيادة الرئيس حددها الرئيس من خلال حضور المنتدى لأعمال الجزائري الروسي من خلال كلام سيد الرئيس أنه كانت هناك استراتيجية اتصادية بين البلدين هناك تعاون أمني هناك تعاون عسكري هناك تعاون في عدة مجالات لما نتكلم على العلاقة الجزائري الروسية نتكلم على اقتصاد وميزان تجاري فوق 3 مليار دولار لما نتكلم كذلك على العلاقات الجزائرية الروسية نتكلم على لما أبدت الجزائرية النية لانضمام إلى مجموعة بريكس الدولية نرى ترحيب كبير من دولة روسيا الحليفة بالإضافة إلى الصين الشعبية ودولة جنوب إفريقيا اليوم لما نتكلم كذلك على زيارة سيد الرئيس الجمهوري عبد المجيد تابون من خلال كلمة سيد الرئيس التي ألقاها أمام منتدى رجال الأعمال سيد الرئيس كانت هناك نية أنه تكلم على قانون الاستثمار الجديد الذي يعتبر العمود الفقري لاقتصاد الجزائري اليوم قانون الاستثمار من خلال كل القوانين التي أقرها البرنامال الجزائري من قانون الاستثمار وكذلك قانون الإجراءات المدنية ويتبعه قانون تجاري أن الجزائر اليوم أصبحت ملاذ الاستثمارات الروسية التي تعيش فيها روسيا يعني ضغط من خلال عقوبات تقرها الولايات المتحدة الأمريكية ودول الغرب على روسيا اليوم رجال الأعمال الروس يقوم ملاذ الاستثمار في الجزائر الذي دعاهم سيد الرئيس اليوم كذلك إلى فتح بنوك روسية في الجزائر من خلال تطمينات عن قانون الاستثمار الجديد الذي يسمح بكامل قوةه وكذلك سيد الرئيس اليوم في خارجاته لاحظنا شيء مهم مجموعة رجال أعمال محترمين يعني طاقم وزاري محترم من وزير الطاقة ووزار صناع لأن الجزائر دولة قوي خاصة مجال الطاقة وتربطه علاقات وطيدة في استغلال يعني خاصة الغاز والبترول والمناجم مع روسيا اليوم سيد الرئيس كان هناك حاضث المدير العام للوكالة الوطنية ترقي الاستثمار وهذا شيء مهم من أجل تطمين يعني رجال أعمال روسيين أن الجزائر اليوم أصبحت أرض خصبة للإستثمار والقوانين اليوم أصبحت يعني كما قلنا نحن قوانين واضحة قوانين مهمة اليوم الجزائر يعني تبحث عن شراكة حقيقية في مجال الزراعة في مجال صناعة الأدوية اليوم نتكلم أنه الجزائر حليف روسي في مجال التعاون العسكري الجزائر يعني من أول مسوردين في مجال العسكري يعني ثالثة عالميا بعد الصين الشعبية وكذلك الهند تربطنا كذلك علاقات تاريخية متينة مع الانتحاد السوفيتي سابقا وروسيا اليوم نحن نطمح إلى أن تكون هذه الزيارة استراتيجية زيارة اقتصادية زيارة تكون فيها الجزائر مستفيدة بقدر كبير وخاصة أنه أمام نظام عالمي جديد نظام فيه بؤر توتر لما نتكلم عن الجزائر اليوم جزائر يعني في دول الساحل هناك مشاكل كثيرة لديك يعني جارة يعني لما نتكلم عن جارة غربية لا تريد الخير للجزائر من خلال يعني إدخال مؤثرات ومخذرات على حدودنا حدودنا ملتهب لما نتكلم عن الجزائر نتكلم عنها كذلك على دولة ليبيا الشقيقة وطلب سيد الرئيسة جمهورية في كم اللقاءات وسواء مع وزراء الخارجية دول الغرب أو أمريكا أو روسيا أن الجزائر تمنع التدخل الأجنبي في ليبيا هذه المقاربة أصبحت جزائرية روسية أن الحفاظ على أمن استقرار ليبيا هو من أمن استقرار جزائر لما نتكلم كذلك على العلاقات الجزائرية الروسية نتكلم عن الشركات الكبرى في مجال الطاقوي والجزائر شريك يعني حليف يعني كان هناك يعني إدعاءات أن الجزائر تحصلت على عقود يعني للغاز الروسي لكن الجزائر حليف استراتيجي الجزائر اليوم لعب محوري أساسي في المنطقة من خلال الدبلوماسية التي نطمح إليها اليوم هي استرجاع المكان الدبلوماسي للجزائر والجزائر اليوم أصبحت قوة اقتصادية قوة دبلوماسية وسوف تقول لها كلمة